في خطأ مشهور يقع يا إخوان عند الحجر الأسود الركن اليماني من كثير من الحجاج والمعتمري كثير كثير أقول كثير بدون مبالغة أنهم يعتقدون أن مسحه تبركاً والحق أن مسحه تعبد وليس تبرك أنا رأيت بنفسي عند الركن اليماني امرأة تحمل طفلاً تمسح على الركن اليماني وتمسح على وجه الولد تمسح على الركن اليماني وتمسح على وجه الولد ليه لأنه تعتقد أن هذا الحجر يلتمس منه إيش البركة ولذلك الصحيح ما هو أننا نمسحه تعبداً لا تبركاً